أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحلى أن يعيش الإنسان بارا بوالديه وما أجمل أن يطيع الإنسان ربه سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان فرائض وطلب منه أن يلتزم به وحرم عليه أشياء وطلب منه أن يبتعد عنها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تعتدوها من الأشياء التي فرضها الله سبحانه وتعالى وجعلها أمرا واجبا بر الوالدي أن يكون الإنسان دائما في طاعة والديه في طاعة أبيه وطاعة أمه أن يكون راعيا لهما أن يكون مساعدا لهما أن يكون في طاعتهما ما تحتاج شيئا لبى الولد ولبت البنت احتياجات أبيها أو أمها إن بر الوالدين هذا لون من ألوان رد الجميل فإن الشرع الإسلامي الحنيف يدعو الإنسان دائما أن يكون مقابلا للإحسان بالإحسان أن يكون مقابلا للجميل بالجميل فيقول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الوالد أو الوالدة قام بأشياء جميلة وأشياء كثيرة وعانى ما عاناه في رعاية وتربية الأولاد لذلك فإنه يجب على الأولاد أن يردوا هذا الإحسان بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا تأملنا الآيات القرآنية الكريمة نجد ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يدعونا إلى أهمية وإلى بر الوالدين بل إنه سبحانه وتعالى وصانا بذلك في آيات متعددة منها قوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى آخر الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الشيء كلما كان عظيما كان له أثر كبير في نفس الوقت كان تركه فيه إثم كبير فإذا كان بر الوالدين فرضا فإن العقوق أمرا محرما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر ما الكبائر يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الكبائر أن تشرك بالله عز وجل ثم قال عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين فإن البر أمر مفروض وكذلك العقوق أمر محرم إن البر أيها المشاهد الكريم لا يقتصر ولا يتوقف على حياة الإنسان ولا على حياة الوالد أو الوالدة بل إنه يستمر كذلك بعد وفاتهما فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما هل هناك أشياء يمكن أن أقوم بها بعد وفات والدي أو والدتي وأكون بارا بهما يا رسول الله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال وهو السؤال الذي يشغل بال الكثير نعم هناك أشياء يمكن أن تقوم بها بعد وفات الوالد أو الوالدة ويتحقق بذلك البر ما هي يا رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهما يعني أن تصلي عليهما صلاة الجنازة أو أن تدعو لهما بعد ذلك الصلاة عليهما والاستغفار لهما دائما وأبدا تستغفر لوالديك دائما وأبدا تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما هذه أشياء يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تنفع الإنسان ويتحقق بها البر بعد وفاة الوالد أو الوالدة مما يشغل بال الكثير من الناس أنه من الممكن أن يكون الإنسان مقصرا مثلا مع والده أو والدته أو بعد وفاة الوالد أو الوالدة يحس الإنسان وأنه يحس الإنسان كأنه كان مقصرا معهما أو أنه لم يبرهما بالقدر المطلوب ماذا عليه أن يفعل؟ يأتي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فيقول لك إن استطعت أن تذهب إلى قبر الوالد أو قبر الوالدة في كل أسبوع في كل يوم جمعة فاذهب فيقول عليه الصلاة والسلام من زار قبر والديه في كل جمعة غفر له وكتب بارا فكل من قصر وكل من سهى عن شيء وكل من لم يكن بارا أو تسرب إليه الشيطان فليذهب إلى زيارة والده أو والدته في قبرهما في كل يوم جمعة إن استطاع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى بذلك يغفر له ويكتبه بارا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا وأن يجعلنا من المقبولين إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته